اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين يوما بعد يوم يتسع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومع هذا الاتساع يزداد الجدل بين السياسيين حول التحالف وانعكاساته على مستقبل البلاد وحقيقة نواياه وجديته وما طبيعة احتياجات العراق الاسكرية منه في الازمة الحالية مع رفض الحكومة وجود قوات برية في العراق وتعدد مواقف الدول من هذا التحالف ايضا فمنها من يطالب بتفويض اممي يبيح العمليات العسكرية كالصين وروسيا ومنها مستبعت يرغب بالانضمام كايران والسوريا في حين امتنع الدول عن التدخل العسكري كتركيا كل هذا يدفعنا للتساؤل ما طبيعة الدعم الذي يطالب به العراق من هذا التحالف وهل ستتمكن الحكومة من وضع حدود لعدم مساس هذا التحالف بالسياسة العراقية والقرار السياسي وهل تعني عبارة توسيع الدعم المقدم للعراق في قرار مجلس الامم الاخير اطلاق اتفاقيات التسليح بيننا وبين امريكا ولماذا يتم استبعاد دول اقليمية مثل ايران وسوريا من هذا التحالف بينما يسمح بانضمام دول غير اقليمية له متى يبدأ هذا التحالف عملياته العسكرية ام ان المدن العراقية ستنتظر طويلا وآلاف النازحين على ابواب الشتاء اسئلة عدة ينوي المشهد الاخير الخوض فيها لاسيما مع تصعيد العمليات الامنية والعسكرية وتداعيات ذلك على البلاد قبل ذلك لنشاهد ما عده لنا الزميل محمد سعد اكد الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يعتزم توسيع التحالف الدولي ضد داعش في العراق والسوريا وشدد على ان مواجهة داعش ليست حرب امريكا فقط وانما حرب المنطقة والعالم لافتا الى وجود نحو 40 دولة اقترحت المساعدة في حملة واسعة ضد داعش وبشأن الاهتمام الامريكي بدعم الحكومة العراقية في محاربة داعش قال رئيس لجنة السياسات العامة في مجلس صلاح الدين سبهان مولاتشياد ان الامريكان سوف تكون لهم قواعد في صلاح الدين لاسيما قواعد التي كانوا يشغلونها سابقا ومنها قاعدة البكر الجوية واسبايكر وقاعدة الصينية وهي قواعد يعرفها الامريكان جيدا ومن يسيطر عليها يتخذ مواقع استراتيجية باستطاعته ادارة المعارك لصالحه الى ذلك اعلن سفير الاماراتي في واشنطن استعداد بلاده الانضمام الى الجهود الدولية لمواجهة خطر الارهاب الذي وصفه بالسرطان العابر للقارات مؤكدا ان الوقت حان للقيام بعمل عسكري لانهائه اما مصر فكان لرئيسها موقف تجاه العراق حيث قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انهم ملتزمون تماما بتقديم الدعم وسيفعل كل ما هو مطلوب مؤكدا ان الجيش العراقي قوي بما فيه الكفاية لمحاربة المتشددين وان المسألة ليست مسألة القوات البرية من الخارج واضح السيسي انه من المهم جدا وقف انضمام المتطرفين الاجانب لجماعات المسلحة في سوريا والعراق محذرا من انهم سيعودون الى بلدانهم بما في ذلك اوروبا واضاف هناك حاجة لاستراتيجية اوسع تعالج ايضا الفقرة وتحسين التعليم في المنطقة وفي تطورا للتحرك الخارجي لدعم العراق التقى ممثل الامين العام للامم المتحدة في الشؤون العراقية نيكولاي ملادينوف وزير خارجي الايراني محمد جوال ظريف وقال ظريف ان احلال الاستقرار والامن في العراق وتنمية وتطوير هذا البلد وتعزيز العلاقات الشاملة بين طهران وبغداد لها اهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف انه خلال التطورات الاخيرة وفي الوقت الذي كانت اطراف اخرى منشغلة بعقد اجتماع استعراضي فان ايران كانت تدافع بشكل جاد عن الحكومة والشعب العراقي امام التهديدات الموجهة من جماعة دعش الارهابية وعد ظريف التعاون والمشاورات المستمرة بين دول منطقة لتسوية المشاكل العراقية والتصدي لخطر الارهاب في هذا البلد والمنطقة امرا ضروريا قائلا ان اي بلد يريد المساعدة في تحسين الوضاع العراقية يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الحقائق الموجودة في هذا البلد ويحترم العملية السياسية وخير الشعب العراقي قبل البداية ارحب بظيوفي كل من النائب علي لفتل مرشدي عن كتلة بدر والشيخ عدنان الدنبوز قيادي في اتلاف الوطنية ورئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي اهلا وسهلا بكم وابدى بسؤالي للسيد علي سيد علي ما طبيعة الدعم الذي يطبه العراق على المستوى العسكري من التحالف الدولي شكرا جزيلا لكم تحية طيبة اليش ولضيفك الكريم الشيخ عدنان الدنبوز ولأيضا ضيوفنا الموجودين داخل الاستوديو حقيقة اليوم لابد من توضيح صورة مهمة عن تنظيمات داعش اعتقد ان داعش اليوم يمثل الفكر الامريكي الاسرائيلي والجسد العربي الذي تكون نتيجة هذه الابكار وتكون على ارض العراق والسورية بالتحديد اليوم عندما شعر تعمل هذا من كلامك هو دعم امريكي؟ بالتأكيد انا يعني اريد توضح انه داعش اليوم هو صنيعة امريكية وقد يكون الجسد العربي يعني بعض الدول العربية كانت مشاركة بهذا الموضوع لذلك اليوم عندما احسوا بخطر هذا الامتداد الذي هو صنيعتهم حاولوا الى تشكيل تحالف دولي من اجل حصر الموضوع داخل الاراضي العراقية والسورية حتى لا يمتد الى تلك الاراضي لان نعتقد ان اليوم تنظيمات داعش فيها الكثير من الامريكان والبريطانيين والفرنسيين بالاضافة الى تواجد الدول العربية كقطر كالسعودية باكثر دول العالم يعني اليوم موجودة من هذه التنظيمات اللي اليوم تمثل يعني نسيج غير متجانس بالنتيجة اليوم عندما احسه العالم ان الخطر سوف يمتد الى هذه المناطق سارع الى حصر هذه المجامع داخل ارض الاراضي ليجعلوا من ارض الاراضي يعني ارض خصبة لمقاتلتهم ومحاصرتهم والقضاء عليهم داعش اليوم هي صورة متعددة لصورة حقيقية اساسية انولدت ايضا عن امريكا في وقت كانت تسمى بالقاعدة وهذه القاعدة استطاعت امريكا ان تمزق الجسد العربي ومنطقة الشرق الاوسط وزجها في باكستان وزجها في افغانستان وزجها في العراق وزجها في سوريا بل في كل مناطق حتى في الدول العربية اللي هي كانت حليفتهم وبالتالي تحولت الى مستوى ارقى من هذا المستوى حتى اصبح الاجرام اكثر يعني لديها لذا هذه التنظيمات تسميت بجيش النصرة وبالتالي هذا الجيش استطاع ان يسقط دولة يعني كسوريا اليوم سوريا سقطة وعندما اهتمت هذه المجامع بدولة واحدة تطورت ايضا لتكون اكثر دموية واكثر قتل وبشاعة بالاجرام لكن بعد هذا التحليل عن داعش اريد اعرف شنو الاراق اللي يطلبوا من التحالف الدولي هذا اليوم وهاليوم مثل ما يعرف العالم اجتماعات كبيرة في مبنى الامم المتحدة في نيروس الكل اليوم مهدد بهذا الخطر واحد من الدول المهددة بالتحديد يعني واكثر تهديد هو العراق باعتبار اليوم التنظيمات الداعش موجودة ومنتخذة من ارض العراق مقر الها واليوم هذا الخطر حقيقة انتشر وتجذر بكل الجسد العراقي وخصوص المناطق الغربية بالنتجة نحن اليوم نحتاج للمساعدة لكن هذه المساعدة لا تفضي الى ان يكون هناك احتلال ثاني يعني نحن استطعنا ان نخرج الامريكان من الباب اذا يعني اليوم سمحنا ان يدخلوا هنا الشباك فهذه همكارثة نخرج الداعشين ونأتي باحتلال من جديد لا يتشوف هذا احتلال؟ بالتأكيد اذا لم يكن يقنن من قبل الحكومة العراقية نحن حقيقة مع هذا التحالف يعني شنو الاشياء اللي نحتاج منهم حتى ما يكون احتلال؟ يعني نحن طرحنا في اتلاب دولة القانون وايضا كان لنا رأي في كتلة بزر حول طبيعة المساعدة يجب ان تكون المساعدة مساعدة معلومة وتمر عبر اسس قانونية ودستورية لا بد ان تمر هذه الامور خصوصا اذا كانت هناك اتفاقيات او معاهدات عبر مجلس النواب ويكون هناك صورة واضحة للشعب العراقي وصورة واضحة الى قواتنا المسلحة وصورة واضحة بالتعامل مع المؤسسة العسكرية حتى نستطيع ان نتدخل نحن لطرد داعش اليوم نحن نحتاج الى الدعم اللوجستي نحتاج الى الدعم الاسنالي هذا اليوم مستشاري موجودين امريكان يدربون الجيش العراقي وعددهم ليس بالقليل اذا نتحدث عن الدعم اللوجستي الامريكي الموجودة هذا اليوم بالعراق والله انا اعتقد عندما لم يكونوا موجودين هؤلاء المستشارين كان العراق متقدم في عمليات العسكرية لكن انتم انطلبتم بدعم امريكا للعراق وايضا امريكا لبت الدعوة بهؤلاء المستشارين بالضبط احنا اليوم دعوتنا للحكومة الامريكية مو دعوت خضوع وذل وانما هناك اتفاقيات امنية مسبقة موجودة ما بين الحكومة الامريكية وهم بين الحكومة الامريكية دفعت على اساس هذه الاتفاقية الكثير من المبالغ اليوم ثلاثة ارباع الميزانية العراقية صرفت للقوات او للحكومة الامريكية باتفاق يعني امني على ان تحمي ارض العراق بطرق يعني اتم الاتفاق عليها جوا الا يكون هناك تدخل يعني بري الا يكون هناك جيش وقاتل نعم هناك يعني اجندات تدعم يعني لوجستيا وتدعم ايضا من ناحية التدريب وهذا تم الاتفاق عليه يعني اليوم الامريكان ما متفضلين عن العراق اليوم الامريكان اتقدوا هذه الخطوة حماية لانفسهم بالتالي نحن وضعنا شروط مهمة حتى يكون هذا خلي قبل ما ندخل الشروط انتقل الى الشيخ الدنبوز وايضا ارجع اكمل حديثي حول الشروط وحيرو المجلس النواب سيد الشيخ اكد المعترضون على التدخل الامريكي في العمليات العسكرية على العراق قدرة الجيش العراقي وايضا الحجد الشعبي على دحر داعش ما مدى امكانية هذا القول يعني بعد شهور من معارض هذا اليوم العراق شكرا لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهد الكريم نعم يجب ان نوضح الحقاق للجمهور والشعب العراقي عما يجري بشكل صادق وبعيدا عن المجاملات نحن نعتقد ان هناك مشكلة لدى الدولة العراقية وتحديدا المشكلة في مؤسستها العسكرية لان المؤسسة العسكرية العراقية تفتقد الى امرين الامر الاول العقيدة العسكرية لتقاتل بها والامر الثاني المعنويات الهابطة جدا لدى هذه القوات وبالتالي اعتقد ان لو لا امرين حدث لكننا الان في حالة سيئة للغاية لو لا امر المرجعية الرشيدة بالفتوى التي دعت الى الحشد الشعبي الذي حصل والامر الثاني قبول الحكومة العراقية لمساعدة دولية خصوصا من ايران او الولايات المتحدة الامريكية لكنا اليوم في وضع سيء للغاية وبالتالي اعتقد ان هذا الامرين هم الذين انقذوا الموقف ولكن لا الانقاذ الحقيقي وانما انقاذ مؤقت لان الامر لم يصور للعراقيين بصورة طبيعي صحيحة من قبل السياسيين ومن قبل المطلعين على الامر بان داعش كانوا يطلقون عليها جرذان ويطلقون عليها القاب لتضعيفها او تصغير حجمها من مكان يطلق عليها الاعلام العراقي والسياسيين العراقيين والمتحدثين العراقيين يعني مده يعني هناك اخطاء سياسية طبعا لا شك يجب ان صارح الشعب العراقي بالحقائق كما هي وكما هو واقع على الارض داعش منظمة لكن ايضا كانت هناك تقديرات عسكرية غي دقيقة يعني صوروهم جردان وبعدين طلعوا القوات عسكرية وتقاتل هكذا اقول انا هكذا اقول بان التصور كان غير دقيق بان داعش اقوى مما كنا نتصور ولديها قدرات اكثر مما كنا نتصور ولديها دعمالي اكثر مما كنا نتصور ولديها جذور غير عادية وهي منتشرة بين العراق وسوريا والان وصلت الى الحدود التركية كما تعلمين وبالتالي هذا الامر اخذ بعدا اخر ان البعد الدولي دخل على الموضوع بكل قوة ولكن ما لاحظته خلال اليومين الماضيين ان القوات الامريكية والمتعالفة معها بدأت تظرف في سوريا وليس في العراق في حين يعلم الاستاذ علي ويعلم الدكتور واثق ويعلم كثير من السياسيين العراقيين والجمهور العراقي ان داعش الان قريبة من بغداد وهناك مناطق شبه محاصرة وهناك قتل غير طبيعي في الجيش العراقي ماذا نصنع؟ كيف نصنع؟ هذا اليوم انت شيخ انت مع تدخل التحالف الدولي تدخل بشكل قوي بشكل طبعا على المناطق المحيطة بغداد للموضوع خطير جدا تعلمين ليست لدينا قوة جوية حقيقية وليست لدينا الامكانات لان عندما فكك الجيش العراقي لم يعاد له ما كان عليه بحيث لم تبقى لديه قوة جوية او قوة استخبارية او يعني على كل حال هذا موضوع طويل لو ندخل فيه لكن اريد اعرف استهمت من كلامك هناك تشكيك بالنواية نواية التحالف الدولي لا يعني لحد الان هو لم يمضي وقت كافي لكي نعطي هكذا تصوير ولكن نحن متفاجئين جدا ان الضرب بدأ بسوريا وليس في العراق الذي هو قريب من بغداد هذا هو تشكيكنا الموضوع نحن نبحث عن ضربات جوية لفك الحصار عن مدن في داخل العراق منطقة السقلاوية والستشار ومنطقة بلد والدجيل ومناطق اخرى تقريبا شبه القتال بها يوميا ولذلك اعتقد ان التحالف الدولي المطالب لاثبات حسن النوايا بان يكون الضرب في تلك المناطق نعم خلينا ننتقل الى الدكتور واثق الهاشمي بداية دكتور ارحب بك في برنامجنا المشهد الاخير اريد ان نتحدث بداية اليوم اول الضربات الامريكية لتنظيم داعش في سوريا الا تعتقد دكتور انها انطلاقة لبداية تداعيات ذلك شكرا نساء الخير عليك وعلى ضيوف الكرام وعلى المشاهدين الكرام انا اعتقد نحن بحاجة الى استقراء عن مصالح العراق النضاع استراتيجية نتفق في موضوعة الامن وموضوعة السياسة الخارجية مع الاسف الشديد كنتنا السياسية الى الان لا متفق في سياسة خارجية موحدة ولا متفق في مفهومة الامن اليوم مصالح يعني هذه الدول عندما تأتي اليوم بهذه الجيوش هي ليست لمصلحة عيون العراقية لأسباب العراقي يقتل ويدبح من 2003 الى الان وكان يحذر من مخاطر الارهاب لكن ما كانت هناك اذن صاغية لكن اليوم اكو مصالح اتهددت بالمنطقة مصالح خليجية مصالح اقليمية القضية الثانية مصالح الدول الكبرى بدأت داعش اللي هو عدو عالمي وليس عدو بسيط كما يقال ايض ما قال الشيخ الدنبوس انهم ليس جرذان ليسوا مجاني عدو عالمي عنده تمويل عالمي يستخدم لأهداف كثيرة هذه الدول كانت متهمة بمساندة الارب بدأت تستشعر بخطر عليها والدول الكبرى ايضا بدأت تستشعر بهذا الخطر فضلا عن نقطة مهمة يجب ان لا نخفلها ان عادت مبدأ توازن القوى والصراع الموجود بين اللاعبين الكبار وهنا اقصد روسيا وليات المتحدة الامريكية بعد ان كانت وليات المتحدة تتفرد بالمشهد بمفردها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اليوم الدولة تريد ان تجد لها مصالح الروسي فقدوا كثير من حلفهم بالمنطقة يريد يعودون لذلك بدأ هذا الحشد الكبير جدا لكن تحدث ايضا دكتور الشيخ الدبوز موضوع مهم جدا هو التقدير الخاطئ يعني ايضا العمليات العسكرية والتقدير الخاطئ لهؤلاء هؤلاء القيادين او هؤلاء المجموعات المسلحة في الموصل وايضا في صلاح الدين وايضا في الانبار يعني كان هناك تقدير خاطئ اشلون نقدر نتعامل هذا اليوم مع هذه التقديرات الخاطئة واجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع التحالف الدولي دكتور انا قلت في البداية اكو عندنا اشكالية في السياسة الخارجية وفي موضوعات الامن احنا الى الان كاكوتة السياسية تشترك في الحكومة غير متفقين على تعريف الارهاب غير متفقين عن هذه الجماعات انا اذكر الى وقت قريب كان الجميع يقول لا يوجد داعش هناك ثوار عشائر لكن بعد ان تم تدمير مرقد النبي يونس وتدمير عدد من الكنائس عملية السبي لعدد من العراقيين الجميع تنصل وقال هناك داعش هذه قضية ضعف المعلومات الاستخباراتية عدم وجود تقدير موقف لحجم القوات اللي موجودة اللي تمتلكها داعش والمعدات الروح المعنوية والعقيدة العسكرية غير متوافرة وغير متواجدة مشاكل مشاكل فساد وضعف وعدم اتفاق يعني ما حدث في المصر يعني كل هذه اسباب كل هذه اسباب خلت داعش يسيطر على بعض المناطق وهاليوم قريب جدا من بغداد مثل ما تحدث 30% من الاراضي العراقية احتلت من داعش وهم مستمرين واني اذكر ان هذا العدو حتى اليوم العالم هو ديديز رسائل وعلى الجميع يجب ان يستقرعها وخاصة السياسة العراقية عنده سوق عسكري بدأ بحرب المياه والتهديد بتفجير السدود ويعاقد تقدم القوات العسكرية المدولبة والمسرفة عملية ضرب الاضلوعية ويوم امس في منطقة الصقلاوية والسجر بالكيمياوي او ما يسمى بغاز الكلور اللي اخذ من محطات المياه اللي موجودة رسالة الى العراق والى دول المنطقة اللي لدينا خلايا نائمة ممكن ان تضرب هذه الاتجاهات واقع الحال ثلاث مسؤولين كبار اليوم مثل العراق في الامم المتحدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية كيف سيكون التنسيق انا اتكلم عن هذا الموضوع كيف نتعامل انا اعتقد كتنة السياسية الى الان غير متفقية لكن دكتور هل تعتقد ان ايران وسوريا يمكن ان تؤديان دورة مهما في تمكين التحالف الدولي من تحقيق اهدافه انا سؤالت لماذا استبعدت ايران لاكثر من مرة قلت ان ايران لاعب مهم لاعب كبير لا يمكن ان يترك الولايات المتحدة الامكينة كانت محرجة من سببين اولا هي تدعم المعارضة بما تسمى المعارضة المعتدلة من ثلاثة سنوات عندما تدعم ايران والنظام السوري ستكون في حرج كبير فضلا عن احراج من قبل دول الخليج لكن انا قلت بعد قليل او بعد فترة ستستدعى ايران وفعلا كان هناك استدعاء لايران وطلب رسمي الى ايران بالمشاركة الجدية في موضوع الوضع في الايران لذلك انا اعتقد تأثيرهم كبير الضربة اليوم يجب ان نحللها اللي حتت في سوريا لم يكن هناك اي رد فعل من الحكومة السورية بعد ان هددت باي ضربة سيكون اعتداء اذا هناك تنسيق مشترك واتفاق لان اليوم مسير خارجي الامريكي قال احنا ابلغنا الحكومة السورية لكن لم نطلب الاذن اذا هناك ايضا موافقة سورية وهناك موافقة ايرانية وهناك موافقة روسية بهذا الاتجاه علينا ان نستثمر هاي الخيوط في اللعبة لصالح بلدنا لكن هذا اليوم سوريا ابدت اغبتها بالانضمام الى هذا التحالف الدولي بالتأكيد بالتأكيد سوريا اكتر مرة على لسان وليد المعلم ورئيس البشار الاسد قال يجب ان تنظم سوريا لانها تشترك في هذا الحجد الكبير انا اعتقد اكو خطوط سورية عبر وسطاء تم الاتفاق مع الحكومة السورية بهذا الاتجاه لان الخطر اصبح كبير لكن ايضا امام تساؤل كبير قال الشيخ عدنان وتكلمنا حتى قبل البرنامج لماذا الضربة الى سوريا والعراق يتعرض الى داعش منذ فترة قوية وهناك مخاطر جمع على بغداد انا اعتقد على صانع القرار ان يتحرك بسرعة من اجل تحشيد الرأي العام الاراقي الداخلي على المستوى الامني والعسكري حتى تكون ضربات مؤثرة وموجعة عن طريق القوى الجوية دعني انتقل سيد واثق الى سيد علي هناك كتل تقبل انه يدخل التحالف الدولي في موضوع الحرب على داعش في الاراق وكتل اخرى ترفض هذا الموضوع اريد اعرفهم ماكو موقف موحد في البرلمان بخصوص هذا الموضوع لا الحقيقة اليوم كل يرحب بهذا يعني التحالف الدولي قاتل داعش لكن اليوم الآلية اللي جاي بها التحالف يجب ان تفهم يعني من قبل كل الكتل السياسي اللي اليوم مشاركة بالعملية السياسية بالاضافة لان هناك مجلس للنواب هذا المجلس يعني مهمته تشريع القوانين وتقنين القوانين واليوم نحن نمر بمرحلة جديدة اسمها معاهدة ينضم لها العراق يتنضم لها باقي الدول لابد ان يفهم اليوم مجلس النواب تعداده 328 نفر اليوم النواب ما احد من صورة واضحة نعم ذهب الوزير الخارجي العراقي يعني ما المفروضة اليوم مجلس النواب يجتمع ويطلع في صورة صورة موحدة ويعلن بيان عن مطالب المطالب وشون نحن نتعامل مع هذا التحالف الدولي في موضوع الأمن وموضوع الحرب على داعش العراق نحن شون نقدر اليوم نحدد المطالب إذا كان وزير الخارجي لحد اليوم ما راجع للعراق يعني من يوم خرج للتفاول نعم لحد اليوم ما راجع سيد حيدر عباد البارحام راح حضر بجلسة مجلس الأمن واللي يحضر إن شاء الله باتشر وأيضا رئيس الجمهورية حضر بالمؤمن المتحدة الكل يوم من قادة الدولة يشاركون بهذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات لكن الحقيقة لا نعرف عنه يعني أنا اليوم أجزم لي شأنه نفس اليوم رئيس مجلس النواب لا يعلم كثيرا عن هذا التحالف وكذلك قادة الكتل السياسية نحن في كتل عندما نناقش يعني أنتم تطلبون بصورة واضحة حول موقف العراق أو موقف التحالف الدولي من القضية العراقية بالضبط إحنا قبل يومين كنا قاعدين في أتلاف دولة القانون لما نناقشنا هذا الموضوع الكل متفق على دعم أو انضمامنا إلى هذا التحالف وفق شروط وضعناها طبعا شروط كثيرة لكن أهمها أن تحترم سيادة البلد أن لا يكون هناك تواجد عسكري أمريكي وأن يمر بقنوات قانونية وأيضا يكون هناك تنسيق عالي ما بينه هذا التحالف وما بين المؤسسة العسكرية اليوم شهدنا مثلا طلعات جوية من قبل القوات الفرنسية لم يكن هناك تنسيق حتى مع سيد رئيس القادر العام للقوات المسلحة بالوقت الذي كان القادر العام للقوات المسلحة موجود بالعراق وهذا أيضا خرق يعتبر دستوري وخرق لسيادة العراق واليوم نحن نشكل على الأمريكان لأنه لا يوجد تنسيق بينهم بين سوريا لكن لا تحدث بكل صراحة العراق هو من طلب من التحالف الدولي الدخول لمساعدة العراق للقضاء على داعش هذا موضوع لازم أيضا نتكلم عليه هذا اليوم من فرنسا أو أي دولة تبدي استعداد لضربات عسكرية يجب على العراق أن يرحب بها لأنه هو من طلب ذلك لا لا نقول الطلب ابتداء كان وفق اتفاقية أمنية بيننا وبين القوات الأمريكية وبين أمريكا والولايات المتحدة لكن الفرنسي كان بالعراق أيضا التقى بالسيد دكتور حيدو العبادي واتفقوا على سياسة ستراتيجية لحماية العراق من خطر داعش وفرنسا تكون هي قائدة أو تحالف قوي مع أمريكا للحرب على داعش في العراق يعني أنت اليوم حضرت تعتقدين أنه الأمريكا بعدما لمسوا الخطر على العراقيين واليوم كرامة للدم العراقي جاين يدخلون لحماية الشعب العراقي قبل فترة كانت مجازر كثيرة في بغداد وفي محافظاتنا الغربية وكانت المفقخات في محافظاتنا الجنوبية وكان القتل بالجبلة وعلى الهوية وكان كلها تحت غطاء أمريكي وغطاء سعودي وغطاء قطري وكانت هذه الدول تدعم الإرهاب بلوجستيا وبالسلاح أنا أسألكم بالله اليوم داعش موجود على الأعراض العراقية وحسب ما التقرير الأمريكي يقول يعني تعداد داعش في الأراضي العراقية أكثر من أربعين ألف مقاتل بين عربي وبين أجنبي وبين محلي أقول ذولا مين جابوا هاي الإمكانية نعم مثل ما ذكر دكتور واثق قد بعملياته وبأخرى مثلا سيطروا على معمل الإلكلور مثلا يعني بمادة الإلكلور أو سيطروا على دبابة لكن اليوم ما عدم طائرة ما عدم اليوم يعني يعني إمكانية يعني يواجهون دولة وهذه الدولة لكن أكثر من ثلاثة شهر ما عارق عني فبين الجيش العراقي وقوات داعش يعني هذا اليوم أيضا نحتاج إسناد دولي لأضربات العسكرية لهذه المعرفة العفوان بس أوضح نحن بالأمس كانت هناك أو كان هناك دعم لقوات داعش من قبل هذه الدول التي اليوم تتحالف للدفاع عن أنفسها نحن نعبر مو عن العراق وإلا اليوم لو كنا صادقين لا نجعل من العراق ساحة لهذه المعركة تصورون يعني باشر لما تصير هذه المعارك على أرض العراق من المتضرر المتضرر الأول والأخير والشعب العراقي تقصف بالطائرات وتضرب بالصواريخ وبالتالي اليوم داعش متجذر بالجسد العراقي اليوم كل المناطق اللي موجودة بها داعش يعني هي مناطق عربية بها أطفال بها نساء بها شيوخ بالتالي اليوم داعش بدأ يحتمي بهذا يعني القوة البشرية العراقية لذلك اليوم واحدة من إشكالاتنا على السيد رئيس مجلس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة ليش ما يضرب الجيش ليش ما يضرب داعش خب عندها طائرات ليش يروح لأمريكا أو فرنسا تجي تضرب شون الفرق أنه ترمي طائرات الفرنسية أو يرمي يعني القوة الجوية العراقية لكن ضرباتنا مو دقيقة والبعض اعترض عليها وحترع المدنيين لكن الضربات دقيقة خليني أنتقل إلى المشكلة بتحديد الهداف خليني أنتقل إلى الشيخ دامبوز وأيضا نرجع عن كمل حديثنا الشيخ نرفض السيد الدكتور حيدر العبادي تواجد قوات برية أمريكية أو دولية في العراق أثناء لقاء ورئيس وزير الدفاع الأسترالي هل سيخضع العبادي إلى ضغطات دولية في تغيير أعيب هذا الموضوع؟ يعني أنا أعتقد السيد الرئيس الوزراء قاد العام للقوات المسلحة عندما رفضها هذا الأمر هو النتيجة الضغط محلي وليس يعني لأنه أكستراتيجية بديلة لهذا الموضوع لأن حتى خروج القوات الأمريكية في عام 2011 هو كان تحت ضغط محلي وليس لضرورة واقعة لأنه يجب أن تحسب النتائج خروج قوات أمريكية هي أساسا أسقطت صدام حسين وأسقطت الجيش العراقي بالكامل وفلشت المؤسسة العسكرية فكيف يعيش بلد أو دولة بدون جيش بدون مخابرات بدون استخبارات بدون آليات بدون طائرات بدون مميدات هذا أمر حقيقة بالقدرة ولكن على كل حال الأمر ليس هو هذا موضوع حلقته هذا اليوم وإنما أنا أعتقد أن حتى أخي علي عندما قال القوات العراقية حققت نتائج هي حققت نتائج في مناطق شيعية لأن المناطق الشيعية ليست حاضنة لداعش في حين المناطق العربية السنية هي حاضنة لداعش ولأسباب يعني أنت تريد تقول أنه نحتاج حل سياسي أكثر من حال دولي ضبط مصالحة وطنية نعم لأن أنا أجزم بأن المناطق السنية كثير من أبنائها لا يؤيدون العملية السياسية ولا يؤيدون الحكومة العراقية وبالتالي هم يعني ميولهم إلى أي شخص أو أي مجموعة أو أي قوة ضد هذا الاتجاه هي تصطف معه لأسباب ربما أخطاء سياسية ربما تهميش ربما سدوك العسكري في مناطقهم فيما مضى كل هذا جعل هذه المناطق تكون مع العدو للحكومة وليس مع قوات العكومة وبالتالي حتى نقضي يعني هو الحل جانب منه عسكري وجانب منه حقيقة سياسية لكن حتى القوات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من أهالي هذه المناطق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الجيش العراقي في دحر داعش حتى ينجح التحالف الدولي في أداء مهمة أكيد يعني أول النجاح هو أن الأشخاص المهمين في تلك المناطق الممثلين لتلك المناطق يجب أن تكون هناك حوارات معهم لاستلبهم وإصطفافهم إلى جانب القوات الحكومية وإلى جانب العملية السياسية وحل بعض الإشكالات والمشاكل التي أدت إلى هذا وبالتالي هؤلاء هم من يقومون بطرد داعش لأنني أعتقد والجميع يعتقد أن مثلا المحافظة النينوى الموصل أو مدينة الموصل ذات الكثافة السكانية الهائلة كيف تستطيع قوات حكومية أن تدخلها بدون مؤازرة من أهالي هذه المنطقة هذا أمر مستحيل وبالتالي الضربات الجوية تقوض داعش سواء كان ضربات العراقية يعني أنت مع ضربات الجوية نعم لتقوضهم ولكن لا تستطيع القوة الجوية لعحدها أن تطرد داعش من الموصل بدون أن يتعاون أهالي المنطقة مع القوات الحكومية لأن هذا أمر ضروري ومهم يعني لازم قوات برية برأيك لازم تكون عراقية عراقية نعم والتقاصة يكون من التحالف الدولي نعم هذا رأيك لكن أيضا شيخنا أريد نعرف ما وجه اعتراض دول التحالف أو التحالف الدولي على ضم دول أقليمية مثل إيران وسوريا إلى الحلف بينما تنظم دول غير أقليمية يعني خل نحك بموضوعية عالية نعم بعيدا عن اتجاهات أو العواطف أو حتى الرؤاء لكل واحد بدون إيران لا يوجد حل إيران لاعب إقليمي قوي وله في العراق نفوذ ربما يكون أقوى حتى من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية هذه حقيقة يجب أن نتسالم عليها بدون نقاش وبالتالي بدون دعم الإيرانيين لن يكون هناك حتى سقط صدام حسين لو لم توافق إيران لما يسقط صدام حسين ليس من السهولة إيران جارا للعراق لدينا حدود 1200 كيلومتر مع إيران إيران لديها نفوذ ومصالح في العراق ولديها عقم ومعق استراتيجي في العراق وبالتالي لا يمكن أن يتجاوز إيران أما سوريا فسوريا حقيقة مشكلة هي في حد ذاته الحكومة السورية بجانب والمعارضين للحكومة السورية بجانب والمناطق التي تسيطر عليها داعش وجبهة النصر والجيش الحر هو خارج سيطرة الحكومة السورية ولكن ينبغي التفاهم مع الحكومة السورية لإعطاء شرعية لضرب داعش في داخل الأراضي السورية حالنا نأخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا مشاهدينا فاصل ونعود إليكم الشيء يعرف بنقيضة وسر الشيء في ذاته والأشياء الجميلة لا تأتي بسهولة بل بالبحث عنها دون التمسك بظلالها أبيض وأسفل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع المشهد الأخير دعونا نشاهد هذه التصريحات في هذا التقرير تعددت التصريحات والمواقف الدولية بشأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بداعش حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم بأن الولايات المتحدة وشركاء لها بدأوا أول ضربات جوية ضد داعش داخل سوريا وأن العشرات من تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح بأولى غارة جوية على معاقل المسلحين في محافظة الرقة السورية فضلا عن منطقة الحدود العراقية وإمدادات المسلحين فيما كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلح الأردنية الثلاثاء بأن القوات المسلحة وجهت ضربة جوية لعدد من مواقع تنظيم داعش في الأراضي السورية اشتراكا مع القوات الجوية الأمريكية من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السورية الثلاثة أن وزيرها وليد المعلم تلقى أمس رسالة من نظيره الأمريكي جون كيري عبر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أبلغه فيها بأن واشنطن ستستهدف قواعد داعش وبعضها موجود في سوريا أما عن الموقف الأممي من التحالف الدولي ففي آخر تصريح لممثل الأمين العام الخاص في العراق نيكولاي ميلادينوفا قال فيه إنه من الضروري تقديم الدعم الإقليمي للجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش وتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة ورأى ميلادينوفا أنه من شأن الأمم المتحدة أن تلعب دورا هاما في هذا المجال مشيرا إلى أن مشاركة إيران في الخطوات الدولية ضد داعش هام وحساس للغاية أما عن الدعم الذي تتلقاه الجماعات المسلحة فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين أن الحكومات التي كانت تدعم المسلحين في سوريا أنهت دعمها لهم مؤكدا في الوقت ذاته وجود أشخاص يواصلون تقديم الأموال لهم وقال إنه في البداية كانت دول كثيرة في المنطقة تحدد الجهات التي ستدعمها من أجل التخلص من الأسد وحسب كثيرين فإنه نظريا ستكون هناك حرب أولى من أجل الإطاحة بالأسد والحرب الثانية من أجل التخلص من المسلحين وعن الموقف المصري من التحالف الدولي فقد كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية في تقرير لها أن الرئيس المصري تحدث مع كلينتون وزوجته باعتبارهما على صلة بالإدارة الأمريكية الحالية وشرح الوضع الآن في مصر مشيرا إلى أن المصريين غاضبون من الموقف الأمريكي ولديهم إحساس أن ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا والمنطقة مؤامرة دون أن يخرج المسؤولون الأمريكيون لتوضيح الموقف شاهدنا هذه التصريحات أرجع بسؤالي إلى الدكتور واثق الهاشمي دكتور واثق تنامت أخبار عن انضمام الصين لهذا التحالف ألا يعطي هذا الانضمام تطمينات للساسة العراقيين عن حقيقة نوايا هذا التحالف لتغيير رفض البعض منهم؟ بالتأكيد بس أنا أتكلم عن الرفض اللي صار أولاً أكو عندنا إشكالية أنا قلت اليوم ما تفقين إحنا في كثير من القضايا المفروض عندما ندخل حرب وهي حرب فيها حشد دولي كبير الرئيس الأمريكي عندما دخل أخذ موافقة الكونغرس الأمريكي كل دول العالم تتدج بهذه الاتجاهات أنا أعتقد الخلل اليوم أن كان المفروض الحكومة العراقية التي طلبت وهذه القضية موثقة مساعدات من الدول ومن الولايات المتحدة الأمريكية وعندما زار الرئيس هولند الفرنسي إلى بغداد كان هناك طلب سيد حيدر العبادي طلب رسمي أن تشارك فرنسا وتساعد وتضرب داعش كان المفروض بالحكومة العراقية أن تذهب إلى الفرلمان العراقي وتكون هناك جلسة مغلقة تناقش فيها التداعيات وتعطى تفويضاً إلى رئيس الوزراء العراقي للتصرف بهذه القضية قضية ثانية التحالف الوطني كان متفق لكن برزت إنها قضية مهمة جداً وهم اللي يقودون الحكومة العراقية بقوتهم 180 نائب الكتل السياسية الشيعية القسم كان رافض للوجود الأمريكي منذ البداية الاختلافات لكن هناك أطراف تعرضت أيضاً إلى ضغوط إيرانية وهذا واقع الحال الشيخ الدمو استكلم عن الضغط الإيراني عندما منعت إيران أو لم تشترك أو لم تدعى كانت أيضاً هناك ضغوط فكان هناك إشكال موضوعة القوات البرية وصل لبعض السياسين وبتصريحات كبيرة أنهم يطلبون حتى الدخول البري اليوم التطمينات أصبحت عالمية أنا اليوم مصلحة بلدي وين؟ مصلحة بلدي أن أستقلص منها الكثير من الدروس إيران كانت تعتبر الواتم المتحدة الشيطان الأكبر إيران أعطت درس مهم في السياسة الدولية وعلى سياسينا أن يتعلمون من عنده استطاعت أن تكسب بالخمسة زاد واحد وتتوافق وتحقق مصالحها بالمنطقة ورجعت لاعب قوي وكبير بالمنطقة إحنا مصالحنا وين كعراقيين؟ لكن دكتور نلاحظ في اجتماع مجلس الأمن الأخير عدم وجود تفصيلات في طبيعة الدعم المقدم للعراق واقتصر على عبارة توسيع الدعم نحن ما نعرف شنو توسيع الدعم يعني شنو يقصدون بتوسيع الدعم فقط إنساني أسكري يعني ما نعرف التفاصيل بهذا الموضوع أنا قلت بالبداية الولايات المتحدة والدول هي لا تأتي لسواد عين العراقيين يعني أنا أربط الموضوع اتكلمتي عليه كان عندي سؤال احتلت الأنبار واحتلت تكريت واحتلت الموصل والتركمان يضربون فيه كل يوم وهناك نازحين من الأنبار وتكريت ما تحركت الولايات المتحدة ملكية ولا العالم لكن عندما أتقربوا 30 كيلو عن أربيل بدأت جسر الجوي وبدأت الإنقاذ وبدأت الدعم وكل العراقيين هم تعرضوا لهذه المصيبة إذن هناك رغبة لكن ألا يفسر هذا دكتور واثة خلينا نتحدث بصراحة التنسيق الكبير بين حكومة أقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية يعني خلينا نتحدث بصراحة لا 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 أنا خلينا أكمل فكرتي يعني أختلف وياش لسبب شوفي أنا قلت يومية المتحدة الأمريكية عدها مصالح وتريد تدير شؤون لعب وأكثر تحليل آخر ربما أمريكا لها مصالح بالأقليم أكثر من مصالحهم بالبغداد لا بغداد هي اللاعب الكبير وهي تتحكم بكل الأدوات والنفط في الجنوب وليس في الشمال لكن واقع الحال هناك رغبة أمريكية أولا السؤال بدأ تسليح غير طبيعي إلى الإقليم على حساب بغداد كان المفروض في بغداد ألا تقبل حتى المساعدات الإنسانية عندما تهبط طائرة الرئيس الفرنسي يمكن أن نفسرها دكتور بسبب الصراعات السياسية في السابق لا لا خلأ أكمل الفكرة وتوصل للتكاملة بدأ التسليح إلى الإقليم على حساب بغداد يتقوى الإقليم أقوى من بغداد الآن أكو خطة أمريكية بتسليح العشائر السنية بتسليح كبير ودعم كبير هيترجعنا إلى نظرية نعب الرئيس الأمريكي بايدن عندما سيخلق ثلاثة قوى كبيرة الشيعية والسنية وكردية هيدا لتقسيم العراق هذه القضية أنا استفاد من الدعم لكن أكون حذر بهذه القضية إلى الآن نحن سياسينا غير متفقين لحد الآن في كثير من القضايا حتى من راحة اليوم إلى الولايات المتحدة الملكية ما هو حجم الدعم بالنسبة إلى الأمم المتحدة الحجم الإنساني الحجم الاقتصادي الحجم العسكري اليوم نحن نضرب من شهر السادس تحتلت الموصل وبدأوا يتقربون على بغداد ما هي الإجراءات الإجراءات إلى الآن غير واقعية الجيش الفارحة ضرب في السقلاوية لكن ماكو ضربات جوية مؤثرة اليوم بدأت خمس دول ضربت في سوريا وكانت ضربات مؤثرة أنا أعتقد اليوم السياسة العراقية يجب أن تتحرك بهذا الاتجاه هي تدير زمام الأمور واللعبة ينهي فرصة قد ينتهي التحالف الدولي من مصالحها وبالتالي يعود العراق بشكل منفرد وداعش تكبر على حساب العراق وبالتالي تكون هناك مشكلة كبيرة في هذا البلد خلينا ننتقل إلى السيد علي سيد علي إذا اتحدث الدكتور واثق الهاشمي حول المعطيات وأيضا تحليلات حول التدخل العسكري الأمريكي والدول بشكل عام في موضوع الضربات العسكرية عندما تعرضت أقليم كردستان إلى الخطر خلينا نتحدث بصراحة هذا اليوم شنو الأهداف والمقاصد من التدخل السريع للتحالف الدولي أو لنقل بصراحة لأمريكا في كردستان نعم حقيقة أمريكا عودتنا على التعامل بالانتقائية وهذا طبعا شهدناه في كثير من المواقف لأمريكا اليوم ما يفرق عن أمس يعني الكثير من العراقيين سقطوا بل أكثر من هذه الأعداد سقطوا وكانت أمام مرأة ومسمع أمريكان وأيضا دول التي اليوم تتحالف واليوم أمريكا تتوصل إلى أن هناك من خلال تقريرها 40 ألف مقاتل وهناك كثير من الحكومات قد وصلت إلى أكثر من تقريبا يعني 150 دولة داعمة للإرهاب في العراق وحددوا ذول الدول طبعا يعني وأنتم تعرفون هذه دول التي كانت تدعم هذا الإرهاب أقول اليوم يعني مثلا صارت أكو صحة عد الأمريكان وعد القوى المتحالفة أن تساعد العراق أكيد هناك تعامل بانتقائي بالتعامل مثل ما وصف دكتور واثق عندما وصلت الحالة إلى أن تضرب المصالح الأمريكية طبعا أنا قد أختلف مع الدكتور واثق وأتفق معك أن هناك مصالح موجودة من قبل الأمريكان خصوصا في منطقة تقليم كردستان نعم هناك نفط كثير في الجنوب لكن هذا النفط قد علي أشكالات بالتعامل مع أمريكا هناك قوة شيعية وهناك كيانات سياسية قوية الآن تحكم اليوم العراق شيعية ترفض تدخل الأمريكي وترفض أن يكون هناك تدخل بالشأن الاقتصادي للبلد لكن حقيقة المنطقة الكردية واغليم كردستان فتح الباب على مصرحة للتعاون الاقتصادي بما يسمى بالتعاون الاقتصادي والاستفادة الكبرى من قبل الأمريكان في منطقة أقليم كردستان وأصبح هناك تطور بما يسموه تطور اقتصادي أو انتعاش اقتصادي خلف الكثير أيضا من الضرر على الأقليم اليوم أقليم كردستان عندما تعرض إلى هذه الهجمة حاله وحال الجيش العراقي انكسر سرعان ما انكسر وكان هناك اغاثة بالجيش العراقي وهرعت القوات العراقية لمساندة الأخوة البيش مرقة وبالتالي أصبح هناك هتافات كبيرة لطلب المساعدة من الأمريكان وغيرهم من القوى التي تعتقد أن لها مصالح كبيرة في العراق وفي كردستان بالتحديد إذا نتحدث عن دول كبرى تطلب مثل روسيا والصين تطلب قرار أممي حتى تدخل في العمليات العسكرية نعم هذا أفضل للعراق قد يكون هناك قرار أممي طبعا نحن متعودنا بهذا الموضوع يعني القوى الكبرى عندما يتبنى أحدهم مشروع الآخر يعارض يعني مثلا كل المشارع التي تتبنىها أمريكا تعارض من قبل روسيا أو من قبل الصين وهكذا لو تبنت روسيا مثلا روسيا كانت داعمة للشأن السوري للحكومة السورية كانت أمريكا غير داعمة اليوم عندما تبنت أمريكا هذا المشروع اللي تعتبره يعني مشروع ستراتيجي إلى طبعا مع حلفاها مع المنطقة اليوم أكيد روسيا والصين حتى لو اقتنعت بهذا المشروع لا تأتي بشكل يعني سلس وتستجيب إلى أمريكا بل تاقد بعض الأمور اللي تعتبرها يعني أصولية ومنطقية أو دواء يعني قانونية أو دستورية فلذلك تحاول أن تجعل هذا الأمر تحت مضلة قانونية أو عالمية سمتها بالأمم المتحدة أو بمجلس الأمن حتى لا يكون هناك دور للحكومة الأمريكية بهذا التجمع الكبير نعم يعني مواقف يعني روسيا كانت مواقف جيدة لكن خلينا نتحدث بصراحة إذا ما دخلت روسيا والصين إلى هذا التحالف يعني أنتم المعارضين لهذا التحالف يعني إذا دخلت روسيا والصين يمكن يعطيكم رسالة أطمئنان بالتأكيد يعني اليوم إحنا إذا كان هناك إجماع عالمي هذا الإجماع رح يجعل يعني هناك استجابة من قبل الحكومة العراقية لكن نبقى ننصر على أن تكون وفق يعني قنوات قانونية ودستورية اليوم نحن مع هذا التحالف لكن وأنا أقوله بصريح العبارة اليوم مجلس النواب لا ألم شيء عن هذا التحالف نحن حقيقة منتظرين طبعا دعينا السيد رئيس مجلس النواب إلى استضافة أو استدعاء رئيس أو القادر العام للقوات المسلحة في مجلس النواب لكن تفاجأنا بسفره حقيقة وإن شاء الله عندما يرجع رح يكون هناك استضافة لنسمع من رئيس القادر العام للقوات المسلحة عن هذا التحالف وكذلك وزير الخارج أيضا يعني بدنيا إن شاء الله موجود في جدول أعمال أن نستضيفه ونستضيف أيضا رئيس الجمهورية حتى نطلع على هذا التحالف خمامة عقولة يعني التحالف بهذا يعني طبعا ولو أنا أصور الصورة هذا التحالف لا يزال إعلامي فقط لا يزال إعلامي لم نستفد منه شيء اليوم الجيش العراقي يعني قد حوصر في منطقة السقلاوية كما عبروا الأخوة لم يكن هناك استغاثة ولو على مستوى الماء هذا الماء ما قدروا يقدموه لجيشنا العراقي خليل التقدم للشيخ شيخ خليل يمكن أن يسمح العراق بدخول قوات بغية عربية إذا اقتضت الضرورة لا أعتقد أنه العراق على ضوء هذه المناكفات السياسية الموجودة وعدم إجماع في مجلس النواب وعدم اتفاق أن يسمح لقوة عربية أن تدخل إلى العراق لكن أعتقد أنه لو تم دعم القوات المسلحة العراقية والحجد الشعبي نعم ندعمها باش يعني شنو تطبع؟ يعني أولا الدعم العسكري الدعم بالآليات الدعم بالتسليح الدعم بالتجهيز هذا بالاتفاق مع التحالف الدول لازم لازم طبعا أولا إحنا ما عندنا أسلحة نعم يعني إحنا منغش نفسنا ما عندنا إحنا ما عندنا أسلحة أسلحتنا أما حتى الجابوها بعد سقوط صدام حسين عليها جمهات نعم سواء بالمنشة أو بالتصميم أو إلى آخر ما هذا موضوع مريد ندخل بتفاصيل لنطوي العريض اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وانطوا فلوس وبعد لحد الآن ما جاءت الطيارات ما جاءت الأسلحة إلى العرب على كل حال على ضوء التحالف الدولي الآن إحنا تجي الأسلحة هسة أو بعديا هذه مو مشكلة باعتبار أن التحالف الدولي قد دخل المعركة فعلا نعم وبالتالي هو استخدم هذه المعركة وكما هو واضح للجميع بأنه لو لا تدخل الطيران الأمريكي في موضوع سد الموصل لكان الأمر الآن فيه خطورة كبيرة على الشعب العراقي وعلى تلغيم كردستان وعلى حتى مدن المطلة على حوض دجلة تقديري الآن الشخصي أنه التحالف الدولي هو جدي يعني مو تحالف لنوايا معينة وإنما هو جدي لسبب بسيط لأنه بدأ يضرق مصالحهم نعم يعني حتى لو كان كما أشار أخي علي أنه أكون اتفاق سري أو شيء من القبيل أو تواطئ أو إلى آخره ولكن بنهاية المطاف أن الموضوع بدأ يقلقهم باعتبار أنه تحول ضده حتى لو كان هذا الفرضية نعتبرها صحيحة والآن أعتقد أن المراحل القادمة والأيام القادمة ستكشف لنا الحقائق وأعتقد أنا بتقديري الشخصي قد أكون مخطئ ولكن أتمنى أكون صائب بأن المعطيات ستكون إيجابية في صالح الحكومة العراقية وفي صالح الشعب العراقي باعتبار أن هؤلاء خطرين جدا وقتل ومجرمين وعجب ضربهم بكل قوة وقسوة لكن هذا دور التحالف الدولي دعم العراق يعني دعم العراق لكن نريد نعرف الدور السياسي العراقي هذا اليوم والدور السياسي يعني هذا اليوم يحتاج تفعيل كبير لأن أيضا هناك أطراف معارضة للعملية السياسية وهذا اليوم ننظر على الدور السياسي دور السياسي يكون أكبر من الدور التحالف الدولي أنا أعتقد أكون أكثر من مؤشر إيجابي في موضوع السياسي العراقي أولا تولي العبادي لرئاسة الوزراء هذا تغيير جديد في النهج والسلوك الحكومي في الدولة العراقية اثنيا أعطاء دكتور أياد علاوي منصب نائب رئيس الجمهورية وإعطائه ملف المصالحة الوطنية وإعادة العراقات العربية هذا أيضا مهم جدا باعتبار للدكتور علاوي نحتاج إلى عادة العلاقات العربية طبعا محليا ودوليا عربيا يعني داخل الشعب العراقي ومع المحيط العربي وهذا أعتقد الرجل الدكتور قادر عليه والمؤشر الثالث ومهم جدا هو زيارة الدكتور الجعبري إلى المملكة العربية السعودية أيضا هذا أذاب جزء من الجليد وأعتقد أن المؤشرات ما بين إيران والمملكة العربية السعودية باتجاه إيجابي هذا سيخلق مناخا طيبا في المنطقة خلينا ننتقل إلى الدكتور واثق الهاشمي دكتور واثق نلاحظ سرعة الاشتراك العسكري الفرنسي بالعراق بينما ما زالت بريطانيا مقتصرة على الدعم الإنساني معين شنو السبب؟ يعني أولا أنبه أن فرنسا لاعب مهم من الدول الخمسة الكبار تريد أن تجد لها مصالح المصالح في العراق يعني قد السياسة العراقية تخافي عليها المارد الاقتصادي القادم بقوة نحو العالم هو العراق بما يمتلك من إمكانيات وحسب تقديرات الأمم المتحدة أكثر 143 مليار احتياط النفط وآخر برميل نفط في العالم سيكون عراقي لكن بعد قطيعة طويلة مع العراق هذا اليوم فرنسا تقدم بكل قوة شوفي أكو قضية هناك أصبح سايكي سفيكو جديد لكل الدول الكبار لها شركاء لا يمكن أن يتقربوا عليهم لكن اليوم في ظل ما يحدث المتغيرات فرنسا تريد لا تجد لها مكانا في العراق وأذكر أن فرنسا في الحرب العراقية الإيرانية كانت حليف مهمين للعراق باقتصاد باتفاقات عسكرية بطائرات السوفر أتندر تحاول الرئيس هولد من ضمن ما موجود أن يجد له أسواق في العراق أن يجد له اتفاقات مع العراق بريطانيا الرئيس الوزراء البريطاني ذكر أنه قطع زيارته إلى البرتغال لتداعيات الوضع في العراق رفع درجة التأهب إلى الدرجة الرابعة التي مرفعتها بريطانيا من حرب العالمية الثانية يريد أن يتحرك على العراق وإلى مقبولية بالعراق لكن أيضا هو لا يزال مقيد في داخل البرلمان البريطاني بهذا الاتجاه لكن أعتقد بريطانيا ستنطلق بقوة لا تريد أن تقع في أخطاء التي حيثت بعد 2003 والمشاكل التي أحدثها للبرلمان والشارع البريطاني إلى السياسة البريطانية في العراق لكن دكتور هذا الإقبال الدولي الواسع على العراق هل تتوقع أنه سيكون له تأثير إيجابي في المستقبل يعني أنا أعتقد الكرة بملعبنا أنت سألت سؤال مهم عن التقارب العربي العربي وتكلم الشيخ الدنبوس حول الدكتور علاوي ومقبوليته أنا أذكر بقضية الدكتور الجعفر نظرية بالسياسة لا يوجد عداء دائم لكن هناك مصالح دائمة اليوم أنا عدوي باشر يصير صديقة وسوي اتفاق وياه من أجل مصالح بلدي الدكتور جعفري عندما راح إلى الجدة واشترك وأخذ وعد من السعودية بفتح علاقات دبلوماسية تعرض إلى انتقادات في داخل كتلت السياسية للتحالف الوطني ولن تقبل بها كذا تقارب هذا الموضوع نفسه بالنسبة للدعو الكبرى شون أنا أجيب مصالحك عراقي وأتناسك كثير من المشاكل في سبيل حق الغايات إلى بلدي إحنا إذا ما نخرج بسياسة عراقية خارجية موحدة ما نحن نقدر نشتغل كل فترتنا من 2003 إلى الآن نحاول نرم مع دولة يخرج نائب بالبرلمان بمؤتمر صحفي نشف كل اللي موجود يعني أنت تقصد دكتور واثق أن الصراعات السياسية اللي موجودة والأزمات اللي مر بها العراق هي اللي كان السبب في علاقة العراق مع المحيط العربي أو المحيط الدولي لا لا أخطاعتهم كثير لكن اليوم أكو فرصة الفرصة أنه كل العالم صار وياي حتى لي عنده مصالح نيتا مصافية أنا شون أستغلها إلي لصالح العراق أسوي اتفاقات إقليمية أذيب جليد العلاقات المتوترة مع كثير من دول المنطقة وأولها دول الخليج أكوني لزيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد داود أغلو خل أرحب بها خل أبدح بفتاح جديد أسوي حلاف استراتيجية استخباراتية لكن قبل ما ننهي دكتور واثر أريد أعرف سبب هذا الانفتاح الانفتاح العربي وأيضا الانفتاح الدولي على العراق هل هي مصالح هل بسبب تغيير الحكومة السابقة عدة أسباب أولها التهديدات التي بدأت داعش تشكلها على دول المنطقة التي كانت ما تحتمل العراق تهديدات وصلت إلى السعودية صار بها تفجيرات تهديدات إلى الأردن اليوم وشتركت بضربات جوية وقالت إحنا بنشترك إلى لبنان إلى مصر إلى كل دول المنطقة نعم فقط بسبب التهديدات لو بسبب المصالح أيضا وبسبب السياسات أو المنهج اللي تغيير بعد تشكيل حكومة الدكتور حيدة العباد لا لا مجمل قضايا اليوم السعودية ودول الخليج إلى متى تعادي العراق اللي يعتقدون أنه عراق شيعي وهذا غلط شبير كان هناك أطراف أنه أنتم من وضعته العراق في حفظان إيران اليوم أكون نظرية خليجية جديدة أن بدأها أمير الكويت وقبلها السلطة العمان أنه أتقارب مع إيران لاعب مهم أتوطق العلاقات مع العراق لأن لاعب مهم أنا أستغل هذه الفرصة اليوم أوطد العلاقات السفارات تنفتح أسوي اتفاقات أرجع كلاعب مهم في الجامعة العربية نحن الجامعة العربية صار عندنا مؤتمر التمم شذي استفادنا من عنده خمسة زاد واحد ما استفادنا من عنده نعم شكرا جزيلا في الختام أشكر ضيوفي كلهم من النائب علي لفتة المرشدي عن كتلة بدر والشيخ عدنان الدنبوز القيادي في اعتلاف الوطنية ورئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي وأنتم أيضا مشاهدين العزاء لكم ألف شكر وتقدير إلى اللقاء اشتركوا في القناة